اتهامات متبادلة بين الانتقال والحكومة الشرعية تبقي الوضع الكارثي في عدن على ما هو عليه فشلت الحكومة في العودة إلى عدن المنكوبة بالسيول والفيضانات بعد أن أقدمت مجامع مسلحة تابعة للمجلس الانتقال المدعوم من الإمارات على عرقلة عودتها إلى المدينة في بيان متأخر حملت الحكومة المجلس الانتقال المسؤولية عن عرقلة عودتها ووصف التصرف الانتقال بأنه يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول بيان الحكومة أعتبر أن آثار إعاقة عودتها لا تتوقف عند الإصرار على إفشال جهود تحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة كارثة السيول التي ضربت عدن وحاصرت أبناءها المجلس الانتقال كشف عن سر موقفه المتصلب إزاء عودة الحكومة باعتراضه على منع عودة فريقه في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم عودة قيادة الانتقال إلى عدن كشف بيان الانتقال عن اتصال مرئي جرى بين عيدرس الزبيدي والسفير السعودي لدى اليمن بالإضافة إلى العديد من المخاطبات دون أن يعفي السعودية من مسؤوليتها في عدم تنفيذ برنامج إعادة الإعمار أسفرت النهايات الراهنة لحرب التحالف في اليمن عن وضع مزر تعيشه الحكومة الشرعية التي باتت اليوم أعجز من أي وقت مضى عن الحصول على حقها في العودة وها هو المجلس الانتقالي الجنوب الذي دعمت الإمارات انقلابه على الشرعية في العاشر من أغسطس من العام المنصر ليؤسس سلطة أمر واقع يجد نفسه أيضا سلطة أمر واقع منفية تتبادل الحكومة والانتقال من منافهم الإجباريين في كل من الرياض وأبوظبي فيما يبقى اليمن رهن نكبات لا تنتهي من الحرب إلى الوضع المعيش المتردي وأخيرا السيول التي جرفت ما تبقى من إمكانات يسيرة ليعيش الفقراء في هذا البلد